لا يحدث هذا في الدول الطبيعية وإن حدث فهو ليس بهذا الحجم ولا تفسيرا منطقيا له سوى أن الفساد المالي والإداري المتضخم في العراق صار منهاج عمل دولة وآلية سير مؤسسات وأحزاب وتيارات فلا يرى العراقيون من أحاديث مكافحة الفساد سوى لحن القول حلقة جديدة تضاف للسلسلة الغليظة من الفساد الحكومي صلاة الروليتي والقمار فبعد عملية وصفها الكثيرون بأنها بروبوغاندا إعلامية لحملة أمنية لإغلاق قاعات القمار المنتشرة في بغداد بدأت خيوط الحقيقة بالظهور ولأن الأمر أكبر من أن توصد عليه الأبواب ولا يخلو من تصفية حسابات بين الأحزاب جاء البيان على لسان وزارة الداخلية مكتب المفتش العام في الوزارة أقر بتواطئ ضباط كبار في الأجهزة الأمنية مع أصحاب قاعات روليت في بغداد فأثبت التحقيقات تورط أولئك الضباط الكبار مع أصحاب تلك الصالات والسماح لهم بإدارة عمليات القمار التي وصفها بيان الداخلية بأنها أكبر عمليات غسيل للأموال وتهريب إلى خارج العراق تضيف الوزارة أن العديد من موصولات المقامرة المضبوطة هي وصولات دولية تمكن أصحابها من صارفها في أي ناد أو صالة روليت خارجية وذاك ما أقر به أيضا حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق هي القضية التي اكتشفتها أغلبها هي القضية قضية غسيل أموال مثلا تلقي واحد فاسد سرق هرب نفط هرب سلاح تدري دولين يشتغلون مهربي الأسلحة مهربي النفط مهربي المخدرات تجار الرقيق يمتلكون أموال طالع حتى يريد يطلع الفلوس مالته إلى الأردن وإلى مصر وإلى بريطانيا وإلى روسيا وإلى أمريكا يسرد الزاملي كيفية تهريب الأموال إلى الخارج ثم يعرج إلى أياد رسمية موغلة في الأمر فيؤكد أن السندات المستخدمة في القمار ترتبط مباشرة بالبنك المركزي وذاك يفسر إلى حد ما إحتى الطرق التي خرجت منها المبالغ الخيالية من العراق حج حمزة أحد كبار الشخصيات المتهمة والذي أظهر للإعلام كمسؤول رئيسي عن الأمر قال عنه مراقبون إن الرجل لا يعد أكثر من كبش فداء قدم لإخفاء شخصيات مسؤولة خلفه في تطابق مع حديث الزاملي بأن حمزة الشمري هو الحلقة الأضعف في سلسلة مافيروليت ويفسر تدخل جهات سياسية مدعومة من الخارج لإنهاء ملفه ربما تحمل الأيام المقبلة أسماء أخرى وخيوط أطول فالصراع الأحزاب في العراق وعليه لا يبدو قريبا من الحل لكثرة المتنازعين وتضخم الغنيمة على المتقاسمين